قريصة عندك 8 سنين معنا عترفون دلوقتي كابتن أنور السوركي رئيس قطاع البراعم بنادي أصحاب الجاد مكتشف معتز محمد حياتي لك يا كابتن أنور مساء سؤال لك كابتن رسامة ده حضرتك معنا ابنك بقى معتز محمد واحد من اللي انت اكتشفتهم وهو عن 8 سنين حبيبي يا كابتن رسامة ومعتز ده من منادي ولعيب من أحسن لعيبة على مستوى مصر كلها مشتن درية بس إيه لش؟ طبعا عرفت بقى معتز وعرفه للجمهور معتز محمد من هتة اسمها البيضة في كفل الدوار كويس عنده بابا وممطف التربية والتعليم بابا ومدرس التنوي ممطف مدرسة التنائي عنده أخته دكتورة سيدانية عنده أخوه ما شاء الله عارف العلة كاملة يا كابتن أنور طبعا عنده أخوه ثلثة طب بشري طبعا معتز من اللعيبة مميزين جدا جدا إيه اللي لفت يعني انتباهك ولفت نظرك في معتز لما جالك نادي أصحاب الجاد هو عنده ثمان سنين جس كابتن معتز كان لعيب يعني جس الموهبة كتبين عليه عايز أقول له حضرتك يا كابتن أسامة معتز كان هداف اسكندرية موسمين ورا بعديهم معتز كان بيلعب بالحطة الهجومية في التلاتة كان بيلعب هاف كان بيلعب فروت بيلعب هاف رايت لف كان بيلعب هات لف عنده سرعات بولت الصورة اللي قدام حضرتك دي كانت منتخب اسكندرية محج عام الهسين وكابتن محمود سوفي أنا طبعا ليا الشرف دربته كمان منتخب اسكندرية كويس كزا سنة ورابعة ديها هنا معايا هو لسه تقريبا سسة على سنين بس لفت معتز من اللي عيبا كويسة جدا طبعا نادي جياد من الأنبياء القديمة عاوز اسكندرية كنت سعيد لما شفته في أول مباراة مع الدرجة الأولى مباراة رسمية في قرات المصري جدا جدا ماشي المصري مع برخواجة خدوك التشكيل ولعب الماشي أنا كنت مقصود جدا طبعا وكت من أسعد الناس أنا كنتزمتوا بعدها وعلى الكرة بتاعت العرضة دي لو كانت دخلت كبان كتفرقت معنا كلنا صراحة يعني كتفرقت معنا كلنا فاكر أول نصيحة قلتها المعتز لما جالك نادي أصحاب الجاد وهو لسه ولد ثمان سنين كابتن أنور أقول لها داك حاجة كابتن أسامة أنت عارف أن المعتز كان جيله وجيله سموحة وجيله الاتحاد وجيله أبو جل اسمدة بابا صمم أني لازم يروح لأ اتحرك عشان الصوت شوية كابتن أنور كان جيله سموحة وجيله الاتحاد وجيله نا في مشكلة في الصوت كابتن أنور تماني كده يا كابتن أسامة آه سمعت كده أتفضل بابا يا كابتن أسامة هو كان جيله أمي وكان جيله الاتحاد واسموحة طبعا بابا كان مسر أن يوديه لأهلي طبعا أول ما راح لأهلي بابا طبعا الأهلي عارف خدناك الأهلي دفع عينيها كان سنة الفين وستاشر كان خمتاشر أسو جنيه سمعني سمعت معاك تفضل كان ساعتها الأهلي بيلعب ماشي مع منتخب اسكندرية كان ساعتها الكابتن كامل هتني رئيس القطاع وكان ساعتها الكابتن أحمد سمير ديبو بقى السراحة اللي تطور أداءه ولعبه الحتة بتاعت الدباكة المساك دي طبعا اكتشفوا فيها الكابتن أحمد سمير إن أنا على علاقة بي ومتواصل بي يعني للفضل طبعا للفضل طبعا 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 يعني التطور بتاع مؤتز معيني أنت معاي يا كابتن معاك يا كابتن أهلي الفضل آيو بس كده فكان الوقت دو لعب مع المنتخب في السكندرية دي النادي الأهلي آه فطبعا ظهر مظهر رائع جدا جدا طبعا والنادي الأهلي شافوا أخدوا ضموا لكتواء الناشين النصيحة اللي تقولها دلوقتي لمعتز بعد تعلقه في أول مباراة لسه في نشواره لا معتز بالصراحة يفضل يستمر على كده عن دكتير أنا اتكلمت مع الكابتن من أمسان طبعا كابتن سامة أمسان صديق شخصية كابتن سامة أمسان جول عليه أنه لعب جيد جدا عند مستقبل الخواجة معجب فيه الحكومة اللي ياخدوا مع المعسكر يعني أحاسب بكده أنا أحاسب يعني ممكن الخواجة ياخدوا مع المعسكر لأنه من لعبة المساكين يعني يعني يوم مستقبل بلعب رجل الشمال تمام يعني إن شاء الله كابتن أسامة أنت عارف يعني معتز أنت حضارك طبعا هنا طبعا نادي بيادة كابتن أسامة عندنا لعبة يا مقاوي أنا هتوصل إن شاء الله مع الكابتن طبعا مسك الكتاع دلوقتي كابتن وليد سليمان والمساك كابتن مهد العجب كل المساك طبعا نشير طبعا نحن أهلوية رئيس النادي هناك سيد سيد سامرة يحب النادي الأهلي جدا وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن أنور ومشرفتنا ونورتنا كابتن أنور السورك الرئيس قطاع البراعة من بينها دي أصحاب الجاد وأول أحد اكتشف معتزم حبي طبعا